وخطنا تقريبا رح تطول عشر دقائق على مدى أكثر من أحد عشر عاما من الأزمة السورية والمرأة تدافع عن حريتها وترامتها وتناثل ضد كافة الأنظمة الاستفادية وكافة أشكال العمق والحرمان وقادت فونتها في شمال وشرق سوريا وعملت على تنظيم نفسها وتوحيد طاقاتها ورص صفوفها لنيل حقوقها وبهذا كان لها دورا مميزا ورياديا خلال السنوات الماضية بعد مرحلة التحرير من أكبر توظيم إرهابي حيث بادرت إلى تفعيل دورها في كافة المجالات وتحديدا كل الظروف والعوافق والصعاب التي واجهتها وذلك بالرغم من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق النساء في المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا من خطف وقتل واقتصاب واغتيال للنساء والاتجار بهن وإبادتهن ثقافيا وسياسيا فهذه السياسة تنتهجها الدولة التركية من دوليات السنين حيث عانت المرأة الويلاتة في ظل حكم الدولة العثمانية وعاشت مسلوبة الحقوق ومتحدة ومهمشة وفي البترة الأخيرة قامت دولة الاحتلال التركي على قتل وايحانة العديد من النساء السوريات أمام مرأة العالم بدون أي رادع إنساني ونستفع شهيدات الحرية وشهيدة حجم سوريا المستقبل الشهيدة التي تم اغتيالها على يد مفتزقة الدولة التركية وهي إمرأة سياسية كانت تدعو للسلام ولا ننسى الحظ لإلى محمد التي تم ضرفها وإحانتها من قبلهم هم يريدون قتل إرادة المرأة وجعلها أسيرة الاحتلال بكل ما يعنيه من كلمة من قهر وظلم واستعباد فإننا اليوم نقف وقفتنا الاحتجاجية ونجدد رفنا لتهديدات وهجمات الدولة التركية على مناطقنا وعلى مدينة منبج وليسمع العالم أجمع لأننا مستعدون للمقاومة والنضال بتافة الوسائل المتاحة وإن المرأة في سوريا وشمال وشرق سوريا ومدينة منبج قادرة على تحرير نفسها قادرة على تحرير أرضها قادرة على قيادة مجتمعها وليعرف كتغان ومنوعهم إننا لسنا ضعيفات حتى يقرر مصيرنا فنحن قادرات على صنع المعجزات وقد بدنا نعرف أهداف الضولة التركية أهداف الاحتلالية الاستعمارية فهمها الوحيد هو ضر احتلال أراضي سوريا وتغيير ديموغرافيتها واستعباد شعبها ترجمة نانسي قنقر